السلام عليكم ان شاء الله من خلال الفيديو ده هشرح لك ازاي وصكت حسابي على التيك توك فاقل من اسبوع وهعرفك انت كمان ازاي توصك حسابك من غير ما تكلمني ولا تكلم حد اصلا اكسم بالله لعرفك زي ما قدمت هقولك تعمل ليه بالتفاصيل ركز معايا بس كده وصلى على النبي اولا يا صديقي لازم اولا كده تقرأ المقالة بتاعتم تكتب توصيك حساب تيك توك تدخل على اول خيار وتقرأ المقالة طب ايه فايدتها المقالة كل اللي انا هقوله موجود في المقالة بس انا هقوله لك باللهجة المصرية وبعد ما تخلص الفيديو واخش اقرأ اولا كده يا صديقي حسابك يكون بقاله ست شهور والافضل يكون سنة حلو رقم اتنين يكون فيه بريدك تروني ورقم هاتف رقم تلاتة يكون فيه صورة شخصية ليك يكون فيه سلة ذاتية اللي هي تحتها هي يكون مربوط بالانستة او الفيس الانستة او اليوتيوب وتكون حضط لينك الفيس او لينك الانستة زي ما انت شايفين خلاص اسم المستخدم مش شرط يكون اسمك اصلا لو دخلت على قناتي ولفت لفة في قناتي هتلاقي الحسابات اللي موسكها اكترها بوزارات مختلفة يعني مش لازم يكون اسمك تمام تمام المرحلة اللي بعد كده لازم يكون في فيديوهات حصرية في الحساب بتاعك تكون معدل الف متابع اولا وتكون الفيديوهات اللي موجودة في حسابك كلها حصرية ما تكونش فيديوهات منسوخة تمام يا حبيب قلبي تمام لو موجود في حسابك اللي انا قلت ده وبتتفاعل وبتفتح مبروك عليك كده التوصيق مؤدما ان شاء الله بعد ما تكمل الخطوة البسيطة اللي انا هقول لك عليه طب ايه هي الخطوة البسيطة تعالك هنا ندخل على المقالة بس اورها لك بص يا سيدي كاتب لك هنا ملحوظ او ملحوظة نحن نرجع الحسابات الواردة في مصادر اخبارية متعددة ولا ناخذ في الاحتبار البيانات الصحفية ووسائل اعلام الرعية والمدفوعة بمعنى صح كده لازم يكون عندك ست اخبار او ست مقالات صحفية في مواقع محتمدة ما تكونش مواقع اللي هي على قدها خلاص ويكون عندك منصة موثقة طب ايه هي المنصة موثقة انت لو دخلت على قناتي هتلاقي فيه علامة ميوزيك فوق اه علامة الميوزيك دي كده القناة دي موثقة كمغني طب ايه الاسبات لو كتبت تامر حسن في البحث واندخلت على قناة ولا علامة الاغاني يبقى كده القناة موثقة بس توصيك ليه الميوزيك لو كتبت عمر دياب ودخلت هتلاقي برضو علامة الميوزيك يبقى ده توصيك ايه توصيك ميوزيك برضو اللي هو توصيك الاغاني يبقى اللي قدامك ده توصيك يبقى انت المطلوب منك قناة موثقة يا ميوزيك يا علامة صح يا الفيس بتاعك موثق يا الانستا بتاعك موصق حاجة من الثلاثة دول والافضل ان انا بوصق لك قناة ميوزيك بالعلامة اللي انت شفتها تمام انا طبعا بعرفك ايه هو المطلوب مش شرط بقى انت توصق ميوزيك ولا الفيس ولا الانستا هو طالب منك منصة موصقة زائد ست مقالات اخبارية في مواقع محتمدة وخليك معايا للنهاية عشان اقولك تقدم ازاي طب ايه هي المقالات الاخبارية ده يا عمر تعالى كده اكتب في البحث وعمر يحيا واتقل على البطاعة اللي ظهرها قدامك وابحث هتلاقي بطاعة معلومات وهتنزل هنا هتلاقي خبر في اليوم السابع يعتبر اكبر موقع اصلا في الشرق الاوسط ما شاء الله هتنزل تحت شوية هتلاقي بوابة اخبار اليوم صدى البلد الاهرام انا بكلمك في جريدة كومية يعني مش عاوز اقولك انت لو بحثت على ساميهم بس حاجة ما شاء الله منزلين الاعمال بتحت طبعا فيه موقع تاني مصراو وغيره لو كتبت الفنان وعمر يحي او غيره هتلاقي يبقى المطلوب منك ايه مش شرط بطاعة معلومات ولا غيره المطلوب منك ايه صديقي العزيز يكون عندك ستة اخبار من جهات موصوك منه طيب مين هيعمل لك الاخبار انا ما بعملش اخبار ولا بأهل اصلا انا بشرح لك بس طيب يا عمر دلوقتي انا عند ستة اخبارهم بقى له مصرا شهر والعشرين يوم في مواقع محتمدة مليون في المية وعند المنصة الموثقة ايه كانت هعمل ايه بعد كده هتدخل على الرابط ده اللي هو تقديم طلب التحقق وهتحط عنوان البريد الالكتروني على سبيل المثال مثلا وهتحط اسم المستخدم على سبيل المثال مثلا انا بزود حروف بس طب بقول لك كيف يمكن انا مساعدتك هتعمل ايه بص يا سيدي اكسم بالله العظيم دي الرسالة اللي انا موصق بيها جميع الحسابات اللي ظهر قدامك في القناة انا اكسم لك بالله ممكن ما يكونش كلها مثلا بنسبة 95% شان يميني بس اده الرسالة هي هلو تيك توك رسالة طويلة يعني وهتحط تحتها رابط المنصة الموثقة وهتنزل بقى تحط اخبارك بقى خبر خبر انا حصل اخبار بتحت يمكن اكتر من 6 حوالي 10 او 8 وبيقول لك هنا تحمل صور هتاخد سكرين للمنصة الموثقة وسكرينات للاخبار تدخل على خبر خبر تعمل متصفح كمبيوتر كده اهو مثلا الخبر ده كده زي ما انت شايف اهو تيجي ميدي له سكرين كده حلو هتعمل لجميع الاخبار كده وهتضغط على تحميل اي مثلا هيكونوا معاك 6 صور او 7 صور تضغط على الاتفاقية وتضغط ارسال من يوم لأسبوع هيجي لك رد يا رد ايجابي ورد الاجابي هورهولك اهو ده الرد الاجابي يا سيدي بيطلب منك المعلومات اللي ظهرها قدامك اول ما يجي لك الرد الاجابي ما تعملش اي حاجة غير ان انت تتكلمني لو انت من اي دولة تكلمني وتقولني انا جالي رد ايجابي ساعدني انا هساعدك وابدع معاك خطوة خطوة الحاد ما توصك ان شاء الله هتقولي طب هتاخد مني كام يا اخي سيبها على الله معاك الدباعات الهدية معاكش ما فيش اي مشكلة خلاص تعال بقى وريك اللي هو الرد السلبي اول لبعد كده طبعا لما بترد رد ايجابي بيجي لك رسالة زي اللي ظهرها قدامك كده بالظبط اللي هو طالب منك بديف بتملا بس طبعا بقولك كلمني انا اللي هعمل لك الحاجات دي الغلطة كل سنة وانت طيب وفي الاخر خالص بيقولك انه الحساب توصك بعد ما بيتابع معاه تمت الموافقة على طلب التحقق ولو دخلت عندي على القناة هتلاقي فيديوهات كتير وشارع الحسابات توصكت في نفس التوقيت يعني وده يا سيدي الرد السلبي لو جات لك رسالة بنفس الشكل كده ما تبعت ليش اعرف انه هو رد سلبي طب ده معنى ايه يا عمر معنى ان انا مش مؤاهل لا لو انت مش مؤاهل فعلا فهيجيلك الرد ده وممكن تكون مؤاهل اصلا وبرضو جالك الرد ده لان في الفترة اللي احنا فيها الدعم كده كده سيء جدا 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 فلو جالك الرد ده ما تزعلش اعرف ان الدعم ضعيف خلاص يا حبيب قلبي وكده فيديو النهاردة انتهى في النهاية بس احب اقول اللي جاله رد ايجابي يتواصل معايا مباشرة هرد عليك على طول واللي جاله رد سلبي يحاول الشغل على حسابه ويكلم وفي النهاية جماعة انا بحذر محدش يتعامل مع اي حد غير يعني انت لو كلمت حد وقال لك انا عمر يحي انا بتعامل على الانستة فقط لا غير على الحساب ده ده الحساب بتاع الاساس اللي انا بتعامل به حد يكلمك على التليجرام قال لك انا ببيع قنوات على الواطس على الفيس على اليوتيوب على التيك توك انا غير مسؤول واي قناة ابيحها على التليجرام حساب ابيعه على الفيس حسابه على التيك توك وموصك بيعته انا غير مسؤول طالما مش ملاقيتش في الحساب ده ان انا فعلا بس تخدمه قدامك اعرف انه مش حساب ده حسابه على التيك توك اللي ظهر قدامك وده حسابه على الانستة وده حسابه على الفيس هم دول حسابات حسابه فيه على الفيس انا معلمه بالمتابعين اللي موجودين فيه بس يا سيد وبالنسبة للتليجرام انا ما عندش اي كناوات موسكة معلومة يعني خلاص كده فيديو النهاردة انتهى اشوفك في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته